توتر جديد شهدته العاصمة العراقية بغداد عقب احتجاز قاسم مصلح القائد الميداني في الحشد الشعبي ضمن تحقيقات في تهم منها اغتيال احد الناشطين العراقيين واستهداف قواعد بها قوات امريكية وعقب احتجاز مصلح اتجهت نحو المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد سيارات يستقلها مسلحون من الحشد الشعبي فيما اعتبره مراقبون استعراضا للقوة غير ان هؤلاء المسلحين سرعان ما عادوا من حيث اتوا بينما ارسلت قوات الامن العراقية تعزيزات الى المنطقة الخضراء من جانبه اصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم بيانا قال فيه ان المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا لدستور العراقي والقوانين النافذة وطالب بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون واضاف بيان الكاظمي ان حماية امن الوطن وعدم تعريض امن الشعب لما وصفها بالمغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسئولية ملقاة على اعاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ودع في الوقت نفسه الجميع الى تغليب مصلحة الوطن